أخبار بأن قوما من العرب يدعون بني سليم يجهزون لحربه وقتاله وكان صلى الله عليه وسلم منذ أن أنزل الله تعالى عليه الإذن بالقتال ثم أمره به دائما الاستعداد والترقب لا ينتظر من عدوه أن يباغته بل ولا يسمح له بذلك كان هو الذي يبدأ الناس إذا بلغه عنهم أدنى توجه لإذايته أو إذاية المسلمين فلما وصل الخبر بأن بني سليم يجهزون لقتاله استعد ثم خرج في مئتين من أصحابه الكرام إلى ديار بني سليم وتدعى الكدر فلما وصلها كان الخبر إليهم قد سبقه ففر هؤلاء قبل أن يصل المسلمون ولكن من سرعتهم وخوفهم تركوا كثيرا من نعمهم يعني من جمالهم تركوها وهربوا فغنمها المسلمون ولم يلاقوا كيدا ولا حربا ورجعوا سالمين مظفرين بل ووجدوا رجلا كان عبدا عند بني سليم فأخذوه فأسلم هذا الإنسان وصار عند النبي صلى الله عليه وسلم خادما يدعى يسارا رضي الله تعالى عنه فكان تأذي الغزوة ككثير مما سبقها من الغزوات قبل بدر لم يحصل فيها قتال وجرى فيها عز وشأن للمسلمين بعيد غزوة بدر بمدة يسيرة أيضا حدث حادث مهم بالنسبة للبيت النبوي الشريف ألا وهو زواج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وهذا كما قلت حادث مهم بالنسبة للبيت النبوي بل بالنسبة لكل إنسان مؤمن يحب الله تعالى ورسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة رضي الله عنه حبا جما وورد في حديث إسناده صحيح أنه وصفها بأنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنه فكفى بها شرفا فلذلك زواجها وحياتها ينبغي أن يكون للإنسان ذكر منها حتى يتعلم ويتعذ كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها في مطلع شبابها قيل أنها كانت في السادسة عشر وقيل أقل وقيل أكثر الله تعالى أعلم وبدأ الخطاب يخطبونها فوقع في نفس عليا رضي الله تعالى عنه خطبتها ولكن نظر في نفسه ليس عنده شيء أشارت عليه إحدى الجواري فقالت أخرج حتى تخطب فاطمة فإنها تخطب صارت بدأت تخطب فقال ما عندي شيء قالت أخرج إلى رسول الله فإنه يزوجك روح أنت بس روح أخرج فإنه يزوجك أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى من حديث علي أنه خرج إلى رسول الله يريد أن يخطب فاطمة فلما دخل عليه أصمت قال أصمت فلم أستطع أن أتكلم أبدا ما هو يطلع معه حكي سكت من خجله رضي الله عنه فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا علي ألك حاجة فسكت رجع أقول فسكت فقال أجيت تخطب فاطمة لا إله إلا الله فقال نعم فقال ما تصدقها يعني إيش تدفع مهار فقال يا نبي الله ما لي من شيء قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتكها عنده الدرع هناك درع وهناك ترس عند العرب الترس التي يحملها المقاتل بيده يصد بها السيوف والسيهان والدرع ما يلبسه المقاتل على جسده من الثياب الحديدية التي تمنع إصابته بالأذى هذه تسمى درعا فقال فأين درعك الحطمية التي كسوتكها لعطيتك إياها فقال هي عدي يا نبي الله وما تساوي إلا بضعة دراهم ما تساوي شيء هذه فقال هاتها فجاءه بها أخرج الإمام البخاري أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي شارف من المغنم أصبته يوم بدر فخرجت أستعد به لوليمتي في عرسي على فاطمة الشارف هي الناقة والحقيقة أنه قد نال ناقتين من غنائم يوم بدر قال كان لي شارف من المغنم أصبتها يوم بدر فقلت أستعين بها على زواجي وعلى وليمتي في عرسي فاطمة وكنت أريد أن آتي بشيء أيضا أصنعه لهذه الناقة أطعمه إياها فخرجت إلى الصواغين وربط ناقتي بطرف المكان قال فخرجت فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت بطونهما طلع لأن الناقتين ميتتان مقتولتان مسبوحتان قال فلم أملك عيني فبكيت ثم قلت من فعل هذا فقالوا هو حمزة بن عبد المطلب قال سيدنا حمزة هكذا فعل لماذا يفعل هذا سنأتي قالوا هو حمزة بن عبد المطلب قال فانطلقت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال قم فانطلق معي قم لنشوف قال فخرج وخرجت وخرج معنا زيد بن حارثة فإذا حمزة بن عبد المطلب في بيت من بيوت الأنصار معه شرب من الناس الشرب هم جماعة الشرب للخمر وإذا هو سمل في بيتهم فدخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت يا حمزة اش سويت قال فصعد حمزة النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعام نحن نقول بحلق فيه فصعد النظر فيه ثم تقطأ ثم صعد النظر فيه ثم تقطأ وقد احمرت عيناه قال من الغضب لا من الشرب ثم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي فلما سمع رسول الله كلامه رجع القهقرى حتى خرج قال إيش الذي جرى الذي جرى أن سيدنا حمزة رضي الله عنه كان قد سكر من الخمر قال كيف سكر من الخمر حرام لم تحرم الخمر حينئذ لم تحرم إلا بعد سنوات بعد هذه القصة وكل شيء لم يكن محرما فيجوز فعله وإن لم يكن من تمام المرؤة مثلا في بعض الناس في الجاهلية ما ينظرون إلى الخمر تذهب بالعقل فيتركوها ولكن بالنسبة للدين إذا لم ينزل تحرم شيء فلا يجب على المسلم تركه فكان حمزة رضي الله عنه قد شرب الخمر فسكر ومعه جماعة قلنا شرب يعني جماعة الذين يسكرون فلما دخل عليه رسول الله وسأله هو غير منتبه وغير صاح لذلك إيس أجابه لم يعرف رسول الله قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي أين أبوك؟ عبد المطلب مات من خمسين سنة أي عبيد لأبيك؟ أين هم؟ ولكنه لم يعرف شيئا وقلنا أنه ينظر يعني ينظر ولا يعرف دليل عن أن الخمر أخذت بعقله سبحان الله العظيم فلم يدر ما يقول قال الحافظ بن حجر وفي رواية ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغرم حمزة بعد هذا ثمن الناقتين بعد ما صحي انتبه كذا قال له تدفع لعلي ثمن الناقتين لذين ذبحتهما الذي جرى لماذا فعل هذا أصلا كانت هناك جارية تسقيهم الخمر فلما رأت حمزة وهي تعرف أنه صاحب فتوة وشهامة وكرم أرادت أن تأكل من اللحم فنظرت فأنشدته بيتا من الشعر فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء فلما سمع حمزة رضي الله عنه وهذا المديح قام سريعا فذبح الناقتين وأمر بأن يؤكل منهما قال إيش تقول هذه الجارية ألا يحمز حمز ترخيم هو حمزة من يعرف العربية اسمه هذا ترخيم يعني بحزه في آخر حرف من الاسم ألا يحمز للشرف النوائي الشرف جمع شارف وهي الناقة والنواء السمينة يعني أنت يا حمز أنت الذي تذبح النوقة الكبيرة وتطعم الفقراء منها تشجعه على ذلك ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء مربطات قدام البيت أريبات جدا بس أمد بحنا ياهم شأنها كل لحمة وسيدنا حمزة كما قلنا قد أصابه شيء من السكر فغاب لم يعرف بالضبط ما يصنع فقام فذبح الناقتين أغرم بثمنهما فيما بعد رضي الله تعالى عنه وأما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقد جاء بشيء من بقايا هذا اللحم فأولم ثم دفع الدرع الحطمية للسيدة فاطمة رضي الله عنها ثم جحزها رسول الله لتدخل على علي بما جحزها كما يروي أهل العلم بخميلة ووسادة وقربة ماء خميلة نعم جهازها خميلة يعني مثل لحاف غطاء ووسادة اللي من نام عليها مخدّة وقربة ماء ويعاء يوضع فيه الماء مع ويعاء يوضع فيه الطعام هذا جهاز السيدة فاطمة رضي الله عنها سيدة النساء رضي الله تعالى عنها حسبي الله مما يجري في هذه الأزمنة العجيبة مما نسمع على كل البلاء الذي نسمعه وحل بالناس حل بلاء كلنا ندريه وللأسف معظمنا يشكوه ليل نهار يشكو البلاء على كل ما حل إذا جاء الخاطب بالحلال يطلب ابنة أي إنسان إلا ما رحم ربي تسمع عجبا من القول فينفر كثير من الناس ويلجأ بعض الشبان إلى الحرام والعياذ بالله تعالى فيقولون وأيسر وسيلة من الحلال بهذا جحزت السيدة فاطمة وعلى هذا أدخلت بيت زوجيتها مع الفاضل الكريم رابع العشرة المبشرين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيا أيها الناس اتقوا الله وبلغوا الناس ممن حولكم أن يتقوا الله في مسائل المهور والجهاز وتكاليف الأعراس فإن قد أسقلت كاهل الشباب وجعلتهم ينفرون من الحلال ويتوجهون إلى الحرام عياذا بالله تعالى فتم زواجها من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأنجبت له الحسن والحسين هذانين عرفهما جميعا وأما كثير منا فلا يعرف أنها أنجبت له أيضا أم كلسوم وزينب أم كلسوم وزينب أولاد السيدة فاطمة من سيدنا علي ابنتان قال أم كلسوم وزينب سمعنا بهذين الإسمين هما أختها فسمت بناتها على اسمي أختيها محبة بأختيها رضي الله عنها سمت بناتها على أسماء أختيها رضي الله عنها أم كلسوم وزينب وولدت أيضا رضي الله عنها في آخر حياتها محسنا لكنه لم يعيش إلا قليلا وهذا محسن يتهم با في قلبه مرض أنه بعد الوفاة النبوية جاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في قصة لعل أكثركم يسمع بها لأول مرة أو بعضكم سمع بها وهي من أكذب الكلام وأخبثه وأنتنه قال جاءوا إلى منزل السيدة فاطمة لأنها طلبت من أبي بكر في أيام خلافته بعد الوفاة النبوية ميراثها من رسول الله فاقتحم عليها هو وعمر فضربها في باب بيتها فأسقطت حملها محسنا الله أكبر عليه قصة أعوذ بالله من غضب الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد الوفاة النبوية جاءت سيدة فاطمة تقول له أريد ميراثي من رسول الله يعني من أبي فقال يا فاطمة والله لصلتكم أحب إلي من صلة أولادي إذا أكرمكم أو صلكم وأعطيكم حقوقكم هذا مقدم عندي على صلة أولادي ولكني سمعت أباك يقول ما تركناه صدقة نحن معاشر الأنبياء لا نرس فهي لا هي ولا غيرها طبعا ما في غيرها أصلا يرس ليش ما في غيرها يرس لأن أولاد سيدنا النبي ذكورا وإناسان ماتوا لم يبقى غيرها رضي الله عنه فقال أسمعت أباك يقول ما تركناه صدقة إن معاشر الأنبياء لا نرس سيدة فاطمة بقيت فترة متضايقة لم تستوعب الكلام سريعا ثم فهمته وارتاحت نسج هؤلاء الظلمة الضالون المنحرفون قصة خيالية مكذوبة ليشوهوا بها صورة سيدنا أبي بكر وعمر ويظن بذلك أنهم يدعون مظلومية لآل البيت رضي الله تعالى عنهم وهي السيدة فاطمة وأقول فضلا عن كوني هذه القصة كاذبة ومختلقة من أسوأ ما يكون أين كان علي رضي الله عنه لماذا لم يدافع عن زوجته في هذه الحادثة المنتنة أليس هو برأينا جميعا كل المسلمين على مختلف طوائفهم وآرائهم كلنا نقول علي رضي الله عنه زينة الأبطال طيب هذا البطل المغوار لماذا لم يدافع عن زوجته لما ضربت أعوذ بالله من هذه القصة لعنة الله على الكاذبين سبحان الله العظيم فيروج مثل هذا الكلام أحيانا بعض السزج يسمع به أعوذ بالله هذه قصة أصلا أصلا لا توجد هذه القصة أصلا ولدت محسنا أنا تعمدت أن أذكر أسماء أولادها ليقول نعم لها ولد اسمه محسن رضي الله عنه لأنه توفي طفلا صغيرا رضي عنه كما توفي إخوتها هي رضي الله عنه إبراهيم وعبد الله والقاسم إخوتها أولاد رسول الله كلهم توفوا صغارا رضعا وهكذا توفي ولدها رضي الله عنها فهذا شأن الإنسان ينبغي له الحذر من كل ما يروج أن يدقق فيما يسمع أو ينقل إليه حتى يكون على بينة من أمره الله مرزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الكرام الحمد لله تعالى رب العالمين اشتركوا في القناة